موسيقى 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 ونجعنا لكم وآخر فقراتنا في الأهل خط أحمر ومعانا توبك مختلف ومهم جدا موسيماني أينما حل وأينما تحدث تشعر وكأن دايما بيكون فيه تربص بموسيماني تشعر وكأن دايما أي كلمة بيقولها موسيماني بتؤول وبتأخذ أكبر من منحناها في حتة احنا بنخفالها دايما ان موسيماني يا جماعة راجل بيزهو بي كل من هو منتمي لجنوب أفريقيا وعشان كده كتير جدا الناس بتسأل هو ليه موسيماني ليه تصرحات في جنوب أفريقيا وليه اهتمام فعلا الميديا في جنوب أفريقيا مهتمة جدا جوزيه كان بيدرب الأهلي شيء عظيم بس جوزيه فيه مدربين برتغاليين كتير جوزيه مورينيو كان بيدرب مدربين كتير جدا في عندها أخرى حتى لو مدرب ألماني ومدرب هولندي هتلاقي أيضا مدربين كبار بالنسبة لجنوب أفريقيا وجود موسيماني في الأهلي وفي مصر هو حدث وجوده في أكبر نادي في أفريقيا فهو حدث عشان كده مش قصة ان موسيماني بيميل للصحافة الجنوب أفريقيا لأ هنعرف ان كمان موسيماني خلال الفقرة يمكن بيطارد من الصحافة الجنوب أفريقيا لكن احنا بنتكلم النهاردة في تصرحات ولقاء صحفي خرج في الصحافة الجنوب أفريقيا موسيماني كان بعنوان حتى ده اتحرف معناه اللي كان معناه إيجابي جدا ولقينا فجأة الإعلام إزاي تناول الحوار الخاص بالموسيماني لما نبدأ ونروح ونشوف كابتن شادي محمد شاف تصرحات وحوار بيتسو موسيماني إزاي موسيماني عمل تصرحات النهاردة غريبة الشكل اتكلم في الصحاف الجنوب أفريقيا وقال لك أنا جايلي عروض يعني لو أنا نادي لقالي قالي شكرا حقدر أروح متوقيت وقل ليه مع أن أنا فاكر لك في أول مؤتمر دخلت قلوب الأهلوية وأنت الأهلي الجماهير التاريخ ده أنا أسعد واحد في العالم اللي أنا موجود هنا وعارفين يا جماعة ما هو اللي بيفتح لك الباب هو دايما كده تبقى موجود في النادي الأهلي اسمك بيتعرف في الشرق الأوسط بالكامل بقى والخليج وعروض وفلة وفي كل مواقع مصر وما أدركها ما مواقع بقى وسوشيال ميديا يعني أنت بتصحى منهم بتلاقي نفسك 300 400 خبر عشان مدير فن النادي الأهلي وتصحى منهم تلاقي 800 ألف خبر عشانتها في نادي الزمالك وده الكلام ده ما بيحصلش في النادي الأهلي على مسماني لحد يقوله أنا مساند وداعم لكن لازم تخلي بالك من تصرحاتك ما ينفعش لازم تفهم الأمور كلها الدنيا بقت صغيرة قد كده فلازم تخلي بالك من تصرحاتك لازم تعلم قيمة النادي اللي أنت فيه لأن الكلام ده مش موجود في الأهلي طيب قبل أي حاجة وقبل أي رد لأن كابتن شادي محمد من كباتن النادي الأهلي التاريخيين ويمكن أي وسيلة جماعتنا للنلتقاء به علاقتنا به جيدة جدا فإحنا مش في مجال إن إحنا نشكك في نوايا كابتن شادي محمد إطلاقا ولكن الفكرة اللي حتستعرضوه من خلال فقرة أنت كمنتمي للأهلي وكإعلامي قبلها كنت محتاج تدي نفسك مساحة من الوقت عشان تشوف التصرحات كانت خرجة إيه وبمعنى إيه ونشوف ردود الأفعال حتى بعدها على طريقة مناقشة التصرحات أكيد كان فيه عند قطاع كبير من جمهور النادي الأهلي زعل إن إحنا كمان فاهمين إزاي مسيماني بيصدر ليه ضغوط في الوقت ده أعتقد كابتن شادي محمد كان محتاج يعني يدي نفسه مساحة من الوقت ويشوف حقيقة التصرحات كانت رايحة لفين وشكلها اللي يصاغ للمطلقي عامل إزاي خلينا بس أكد إن إحنا مش بس فقط لغير لا نشكك في نوايا الكابتن شادي محمد إحنا لا نشكك في نوايا أي حد على الإطلاق بيتم تناوله من خلال شاشة قناة النادي الأهلي دايما القاعدة يا فكر تناول بلا تطاول ودايما بنختلف مع الفكرة وما بنختلفش مع اللي بيقوله هذه الأفكار فبالتالي يعني حتى كابتن شادي كابتن ميدو أي شخص كنا بنتناوله في الفقرات إحنا عمرنا ما بنشكك حتى التحكيم مفيش مرة شككنا في نوايا حكم كل الأمور بتبقى خضعة للإحترام والاختلاف على الأفكار وحق النادي الأهلي وبالتالي هو أعتاب لكابتن شادي محمد أنه كان من وجهة نظرنا يتأكد من فكرة التصرحات اللي تم ترجمتها بشكل خاطئ وده اللي هنزبطه خلال الفقرة لكن الأعتاب مش بس لكابتن شادي محمد الحقيقة أيضا يعني كابتن محمد فاروق كنا تكلمنا قبل كده في بعض الأسئلة اللي بتتوجه للضيوف وحتى بعض التصرحات اللي بتصدر أمامه من الضيوف تجاه النادي الأهلي وفيها كتير جدا تعدي واضح على النادي الأهلي وبنلاقي كابتن محمد فاروق يعني ما عندوش حتى يتبنى وجهة نظر الغائب اللي هو النادي الأهلي زي ما أنت دايما بتتبنى وجهة نظر الطرف اللي مش موجود سواء كان الطرف اللي مش موجود ده النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو مدير فني هنا أو مدير فني هنا فده أيضا عتاب آخر على الكابتن محمد فاروق نشوف الفيديو ونشوف تصراحات كابتن محمد فاروق على خطاب أو اللقاء الصحفي البيتسو مسماني في جنوب أفريقيا ونرجع نعاق بالصراحة أنا بشوف مسماني دايما حديث الصحفية في الصحف الجنوب أفريقيا بتبقى مختلفة وفيها جراءة شوية وفتحة سدر شوية عن كلامه مع الصحفين مصريين ودايما بيبقى فيه شد جامد ما بينه ما بين الصحفين مصريين عكس تماما الصحفين اللي في جنوب أفريقيا واللي دايما بيعملوا مع لقاءات دايما بيكون فيه كلام يعني قاوية. خلينا أقول أن صحيفة سيتي بريس الجنوب أفريقيا أخدت تصراحات أو عن لسان مسماني بعد التصراحات لي عن النادي الأهلي ووجوده داخل النادي الأهلي في الفترة المقبلة. وأتكلم على أن نوع تولى منصب المدير الفني للنادي الأهلي والنادي أهلي كان ساعتها بيبحث عن بطولة خاصة بدوري الأبطال. وكانت طبعا البطولة التسعة. وكانت بقى لها فترة طبعا ما جاتش ليه النادي الأهلي. لكن في ظل تواجده فاز النادي الأهلي ده كلامه. ويمكن كل المواقع اتكلمت عليه بهذا الشكل أو أخذت التصراحات بتاعته من هذه الصحيفة الجنوب أفريقية بالشكل ده. وبالتالي اتكلمت أو قال أننا أخذنا في ظل وجودي هذه البطولة مرتين. وبالتالي طبعا حاجة تحسب ليه. وطبعا في ظل تواجده كمدير فاني. أيضا نتكلم على أنه لو رحل عن الأهلي. هو مش يقعد في البيت. عنده بعض العروض والعروض القوية من الخليج. وبتكلم أيضا أنه اسمه قوي بشكل قوي. أو اسمه في الخليج قوي جدا. وطبعا بتردد اسمه في الأندية الخليجية. وأنه بيمتلك عدة عروض بأموال كبيرة في الخليج. كابتن محمد فاروق شايف أن اللي بيحصل مع كابتن أو بيتسو مسماني بعد المؤتمرات الصحفية. والأسئلة اللي بتتوجهله. اللي عليها تحفظات. وتحفظات كتير جدا جدا. ومش بس كانت مع بيتسو مسماني. مع مديرين فنيين أجانب. سواء في النادي الآلي أو نادي الزمالك. كانت بتبقى الأسئلة خارج فكرة المباراة. وبالتالي بيدعو. ده بيستدعي أن المدير الفني يكون قاعد حاسس أن فيه تحفظ ضده من السؤال. فبالتالي ممكن يتعصى بيتنرفز. فشايفها أن هي فكرة تعامل لا يليك. مش شايف أن السؤال هو غير مهني وغير موضوعي. وشايف أن كلامه مع الصحفيين المصريين فتحت سدر. برغم أن تعامل بيتسو مسماني مع المؤتمرات الصحفية. يعني سنة وأزيد. هتلاقي مؤتمرين أو ثلاثة بالكتير. لأسئلة. حضراتكم عارفين. وأنت وستاذ كابتن محمد فاروق. أكيد عارف أنها غير موضوعية وغير مهنية. لكن الغير موضوعية أيضا يا كابتن محمد. والغير وتنسبها لبيتسو مسماني اعتمادا على أن كل المواقع نشرتها. أنا بشوف يعني أن ده مش شغل سليم. أنت تجيب تصريحات من المواقع بيتسو مسماني قال كده. وتبدأ تاخد التصريحات اللي نشرتها المواقع وتنسبها لبيتسو مسماني. أيا كان إيه التحريف اللي حاصل. ونبدأ نعاقب بقى بيتسو مسماني. وننتقد بيتسو مسماني على تصريحات لمجرد أنها موجودة في المواقع أو كل المواقع نقلتها بالمناسبة أزمة الكابتن سيد عبد الحفيز في تليفون الحكم جهاد جريشا كان برضه كل المواقع نقلتها من موقع هو الأساس كان الخبر غلط وبالتالي كل المواقع نقلت غلط لكن اللي بيتعب وبيحاول يوصل الحقيقة كان هيروح يسمع الفيديو بتاع كابتن سيد عبد الحفيز هيعرف أن المواقع نقلت غلط فده كلام يا كابتن محمد فاروق يعني أنا آسف يؤخذ عليك في تناول قضية بيت سوم سماني زي ما تم الأغز عليه مع كابتن شادي في قضية بيت سوم سمان أيضا فارس يعني يا أسامة الفكرة أنا بوصل المتلق يعني أعتقد يعني ممكن كنت محتاج تشتغل على الموضوع شوية احنا هنا مش يا جماعة احنا هنا مش في دور أن احنا بننصح حد أو بننظر على حد إطلاقا بس احنا عندنا وقعة شوفنا كابتن أحمد حسام ميدو تتفق تختلف معاه وهنا بنختلف معاه في حاجات كتير وسنظل ولكن مثلا نجاب التصريحات أراها باللغة الإنجليزية وترجمها وطلع منها استخلص فرق كبير جدا يا جماعة من أننا لما يجي أقرأ التصريح وأقول أننا جاي لي عروج من الخليج وأنا مش حاعد أستنى وفرق لما أنا أقول أن أنا النادي الأهلي ده بالنسبة لي قيمة كبيرة خلي اسمي يتعرف في الخليج وأنا لأ حريص أننا رغم أن الخليج ممكن تبقى فلوسه أزياد بس سكون في نادي بيجيبه طلال فرق كمان في حتة زي ما قال كابتن محمد فاروق نقطة مهمة جدا ده خدوا معايا دور أبطال أفريقيا وكأن يعني الراجل بيعيرنا وده ما حصلش إطلاقا الراجل ما كانش بيتكلم بالصيغة دي بس ليه بنقولكو ده عشان تخيل أنا طرحت لك الموضوع بالشكل ده وحسستك أن في حالة أنت تبقى مستنفر من الراجل فيها أو فيها تقليل من نادي الأهلي وإحنا كجمهور للنادي الأهلي وبأي حد منتمن نادي الأهلي عنده خط أحمر أن حد يقلل من نادي الأهلي حيكون إيه النتيجة حيكون النتيجة اللي حتشوفه من كابتن أبو الدهب وهو قاعد مع كابتن محمد فاروق في الستوديو لما سمع الكلام بالرواية دي كان إيه رد فعله نطلع ونشوف طيب بعد التصريحات دي ممكن تتخيل المجلس دارة الأهلي ممكن يقرر حاجة معينة خاصة بموسماني يعني التصريحات دي كانت في جنوب أفريقيا يا فاروق في جنوب أفريقيا يعني الراجل موسع قوي يعني معهم يعني واخد راحتهم مع الصحفين الجنوب أفريقيا أعتقد النادي الأهلي لا يوجد مدير فاني بيطلب من النادي أنه جدد عقده طب انت لو موجود في مجلس دارة الأهلي لازم يمشي يعني بعد التصريحات دي لازم يمشي تخيلين أن الطرح اللي طرح بالصياغة اللي اتعرضت إعلاميا على ضيف وهو كابتن محمد أبو الدهب وصلته لقناعة أن الراجل لازم يمشي كابتن محمود أبو الدهب طبعا متخيلين أنه وصل لفكرة أن الراجل لازم يمشي الراجل لازم يمشي موسيما يرحل دلوقتي فطرح الإعلام يا جماعة بيفرق وهو ده تناولنا في الموضوع وهو ده يعني طبيعي جدا كان الكابتن محمود أبو الدهب يعني بعد ما سمع الانترو بتاع الكابتن محمد فاروق فوصل خلاص لقناعات أنه لما هتسئل السؤال ده إيه الإجابة اللي مستنيها مني الكابتن محمد فاروق وطبعا فكرة أنا رئيس جمهورية نفسي هي فكرة كده لما بتاخدها يعني بمعزل لا إزاي هو الراجل شايف نفسه وا 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 والقصة دي فلازم يمشي فورا لكن الحقيقة يا جماعة الموضوع ما حصلش بالشكل ده إطلاقا وإحنا مش مع فكرة أن المدير الفني يكون جاي مدير فني ضعيف الشخصية أو خنق أو شايف أن المكان اللي هو فيها لا يستحققه بالعكس جمهيري النادي الأهلي بتطالب أن المدير الفني المتواجد في النادي الأهلي يكون عنده من الشعور بالمسؤولية وعنده من الإحساس بذاته اللي يخليه جدير بأنه يتولى منصب مدير الفني اللي النادي الأهلي آه شيء يشرفه لكن هو كمان لازم يكون على نفس المستوى ده فلما كنت صرحاته رايحة الفكرة أن أنا على مستوى تدريب النادي الأهلي ده شيء يسعيدنا بالعكس ده شيء مهم جدا شيء مدير فني وصد في نفسه لأنه لم يسيء إطلاقا للنادي الأهلي النادي الأهلي حريص عليه أنا مش جاي بمدير فني يا جماعة عشان يكون ضعيف الشخصية أو حاس أنه هو لابس بدلة مش على مقاسه لا أنا يهمني المدير الفني اللي جاي يكون جدير بكرسي مدير فني فأعظم نادي في القرى وأعظم نادي في الوطن العربي لكن ده الشغل الإعلامي وده الطرح الإعلامي اللي حتى حاولوا إنهم ينزعوا من الراجل إحساسوا بنفسه كمدير فني شايف نفسه مصنف إنه بيدرب النادي الأهلي ده شيء غريب جدا لكن اللي مش غريب وده اللي احنا بنقول عليه اللي بنشتغل بشكل كويس بنجيبه هنا نشيد به الكابتن كريم حسن شحات هو عمل الموضوع بقى جابه من الآخر يعني لا راح ترجم زي ميدو ولا راح خدم المواقع زي باقي البرامج هو راح قال أنا أجيب الصحفي اللي عمل اللقاء مع بيت سمس ماني وأسأله عن التساؤلات اللي تم ترحاها إعلاميا نشوف الفيديو الفيديو ونرجع نعقب شفت تصريحات موسماني معك في اللقاء وقال إن هو يعني عايز النادي الأهلي يحسم قراره بتجديد عقده خلال الفترة القادمة إن هو مش حيستنى لنهاية الموسم في بعض الأحيان من الممكن أن تفقد الرسائل أو الكلمات بسبب الترجمة ولكن أنا تحدث مع بيت سو لأن بيت سو رجل وفي وهو بقي في نادي واحد في سوبر سبورت يونايتد لمدة ستة أعوام ونادي آخر ثمانية أعوام الأهلي هو بالنسبة للأهلي هو مدرب محترف وتتذكر أنه درب الفريق الوطني لجنوب الفريقية كل الشيء تحدث فيه عن الأهلي يكون متحمسا وسعيدا وهو قال لي أنه فخور وسعيد بأن تم إعادة انتخاب الكابتن بيبو لأنه هو من رشحه لقيادة النادي الأهلي ويثق فيه ثقة كبيرة وهذا لا يعني أن سعادته بفوز الكابتن بيبو لا تعني أنه يطلب عقد جديد ولكن هو يقول أن الأهلي وضعه في وضع جيد أمام دول الخليج والكل يعرفه في منطقة الخليج لأنه أنجز الكثير جدا مع النادي الأهلي في وقت قصير جدا وبالنسبة له فهو يقول أنه يشعر بتميز كبير أنه متميز جدا أنه يدرب هذا النادي العريق ويرغب أن يبقى في النادي الأهلي يعني ميستر فيتشو موسيماني يرغب في تجديد عقده مع النادي الأهلي رغم العروض والمالية التبيرة اللي جات له من دول الخليج والأندية الخليجية أثناء محادثتنا لم يذكر أبدا أنه عرض عليه أي شيء أو لم يتلقى أي عروض أنت عملت عنوان مسير للتصريحات بيتسو موسيماني وقلت على العلسان بيتسو موسيماني أنا رئيس نفسي يعني إيه الجملة دي بيتسو موسيماني بيقول أنا رئيس نفسي يعني عايزين تفسير على الله هو يعني أنا رئيس نفسي هي إعادة صياغة لما قاله له الكابتن بيبو عندما أتى إلى الأهلي قال لي أن الكابتن بيبو يقول للمديرين الفنيين أن المدير الفني أنت الكبير أنت الرئيس النادي لا يمكن أن يقول لك أحد أي شيء لأنك أنت من تعلم وأنت الرجل الكبير وأنت الذي تدير شابو كابتن كريم حسن شحاتة على الأداء المهني اللي أنت عملته والمجهود اللي بزلته مع فريق إعدادك أنت جبت الصحفي اللي عمل اللقاء مع بيتسو موسيماني أولا الصحفي قال أن أنا شهرين بحاول أن أنا أعمل اللقاء مع بيتسو موسيماني إذن ده بيدي انتباع أن الراجل مش متلهف على فكرة التصرحات في جنوب أفريقيا ده رقم واحد رقم اتنين الراجل بينسب كل شيء للنادي الأهلي حتى معرفته في الخليج جت بناء على أنه المدير الفني للنادي الأهلي فكرة رحيله عن النادي الأهلي هو مش ترح على الإطلاق بالعكس الراجل حريص على أنه يجد التعاقده مع النادي الأهلي كل الكلام اللي قاله الصحفي مع كريم حسن شحاتة بيؤكد حقيقة واحدة فقط لغير أن بيت سمسماني بيحترم النادي الأهلي احترام شديد والتناول الأعلامي كان في مصر تناول غير سليم بس أنا صعبان عليها وسام الراجل ده في حاجة جدا أنه هو بياخد كلمة كابتن محمود الخطيب دايما لما قاله أنت راجل من الناس المصنفة على مستلع العالم ودايما بيذكرها في اللقاءات صعبان عليها أكتر أنه كان في يوم الأيام في الإعلام المصر وممكن في نفس القناة تحديدا اللي فيها كابتن محمد فاروق كان بتاعي أنه مدرب معندوش شخصية وكنا بنتناول ده هنا مدرب بيكلم المساعدين ليه هو هو اللي دلوقتي بقى يتعم بفكرة أن أنت راجل بتقول أنا رئيس نفسي شيء صعب جدا أعتقد الناس وصل لها الصورة وكالعادة في النادي الأهلي أي مدير فني هو بالفعل رئيس نفسه كابتن محمود الخطيب في اللقاءه مع الكابتن أحمد شبير لما أشاد بسلوكيات كهربا قال ولكن عندنا مدير فني هو المسؤول الأول عن فكرة التشكيل والأمور الفنية دي طبيعة أي مدير فني في النادي الأهلي بالفعل هو رئيس نفسه ورئيس الفرقة وده مصطلح هو خدق من الكابتن محمود خطيب بيوضح أنه محدش بيتدخل في عمله